السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قبس انفو حلقة اليوم مهمة جدا جدا سنتكلم فيها عن شؤون إدارية جزائرية الكلام هنا كما هو ظاهر في العنوان سوف نتكلم عن الفرق بين عقود العمل CED, CTR, CDE, CD هذا أنواع عقود العمل الموجودة وهي عقود مقبل التشغيل في الجزائر أو هي عقود الإدماج يعني سنتكلم عن نقاط أساسية حولها ما هي أصلا هذه العقود وما المعاني للرموز يعني ما هي مبالغ التي ستمنح للعاملين حسب وضعية أو حسب كل عقد وكذلك الإيجابيات والسلبيات وكذلك شروط الاستفادة من عقود ما قبل التشغيل في الجزائر هذه كل التفاصيل سوف نتعرف عليها اليوم في هذه الحلقة أتمنى تكون حلقة مبسطة ومفصلة للموضوع مبسطة في الفهم ومفصلة في الموضوع قبل هذا إن كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة لا تنسوا الاشتراك بقناة قبس إنفو هذه قناتنا التقنية التي نقدم فيها عديد الشرحات التقنية وكذلك أساسيات الشؤون الإدارية الجزائرية مسابقة التوظيف الأجور والزيادات والتقاعد أيضا مع بعض المعلومات حول التجارة الإلكترونية نسعد باشتراك 5000 في عائلتنا ونطبح للوصول إلى 10000 إن شاء الله السلام عليكم عدنا إليكم من جديد كما تكلمنا وكما هو ظاهر في الموضوع أو في عنوان الموضوع الموضوع بالتفصيل ملف أنواع عقود مقبل التشغيل في الجزائر وسنتكلم تردشة صغيرة حول حقيقة الإدماج أصلا في الجزائر إذن أول شيء لازم نعرفه إذن ما هي أنواع العقود؟ أنواع عقود مقبل التشغيل في الجزائر أو ما يسمى بعقود الإدماج لدينا ثلاث أنواع وهي حسب مستوى الدراسي عقود إدماج حامل الشهادات CED عقود الإدماج المهني CEP عقود التدريب والتوظيف CFE هذا بالنسبة لأنواع العقود المتكلم عنها الآن هي حسب المستوى الدراسي إذن لدينا معلومة أخرى أساسية إذن ما هي قطر رمز CDD أو CDE هذا الترميز يقصد بالCDD هو عقود لمدة محددة زمني وCDE عقود لمدة محددة أو غير محددة والCDE لعقود مدتها غير محددة هذا معلومات أساسية مهمة إذن كما قلنا سابقا CFE, CEP, CD فهي متعلقة بمستوى المتعاقد الدراسي اللي هو أنت أو أنت اللي تريدين أو تريد القيام بالإدماج وعلى أساس هذا المستوى وهذا الترميز يتم تحديد الأجر فقط إذن لدينا نوعين من العقود الأساسية ما تكلمنا عنه سابقا هما أنواع حسب المستوى الدراسي لكن الآن سنتكلم عن النوعين الأساسيين للعقود لدينا النوع الأول DIP ولدينا النوع الثاني CITIA DIP للمؤسسات الخدماتية ومؤسسات الدولة وCITIA للمؤسسات الاقتصادية سواء كانت خاصة أو عمومية نبدأ نتكلم عن النوع الأول من العقود النوع الأول من العقود يتضمن ما يلي كما قلنا أنه جهاز المساعدة على الإدماج المهني DIP حسب المستوى الدراسي لدينا إذا كان جامعيين أو تقنيين سامين والذي يسمى بالترميز CED وهي حسب الحروف الأولى بالفرنسية فمبلغ المنحة أو الأجر الشهرية هي 15 ألف دينار جزائري أو مليون وخمسمائة وهذا بالنسبة لخريجي الجامعات بشهادات عليا مثل المهندسين يعني وهناك مبلغ المنحة أو الأجر الشهرية 10 ألف دينار جزائري اللي هي مليون للتقنيين السامين هذا يعني لقرأ في المعاهد أو لقرأ في مركز تكوين مهني وهو تقني سامي ويريد تسجيل عقد لدى مؤسسة كما قلنا خدماتية أو تابعة للدولة النوع أو هناك عقد آخر متخصص بالتقنيين ومراكز التكوين المهني والتمهين يعني التقنيين في تقسيم وحدهم أما التقني سامي والجامعيين في تقسيم أعلى حسب الترتيب الدراسي وحسب المبلغ أو المنحة إذن نواصل لدينا عقد عمل يخص خريجي مراكز تكوين المهني والتمهين مبلغ المنحة أو الأجرة الشهرية تمنى 1,000 دينار جزائري أو 800,000 النقطة الثالثة أو الرابعة في هذا النوع الأول من العقد لمن لا يملكون أصلا شهادة ذات مستوى ثانوي مثلا أو تكوين مرفق CFE إذن هذا المبلغ التاحهم أو المنحة هي نفسها 8,000 دينار جزائري هذه معلومات يعني أساسية لكن هناك بعض التحديثات جرت لاحقا بعد ما تكلمنا عن النوع الأول من العقد الآن سنتكلم عن النوع الثاني اللي هو CTR واللي هو يخص المؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة لأن النوع الأول هذا الذي تكلمنا عنه يتكلم عن المؤسسات الخدماتية والدولة وخاصة بالدولة وهنا سنتكلم عن المؤسسات الاقتصادية سواء كانت خاصة بالدولة أو خاصة يعني مستقلة عن الدولة إذن لدينا عقد العمل الذي يخص الجامعين والتقنيين السامين مبلغ المنحة أو الأجرة الشهرية 12 ألف دينار جزعيل يعني مليون ومئتين ألف هذه القيمة مليون ومئتين زائد مساهمة المستخدم مش معنى مساهمة المستخدم مساهمة المستخدم يعني أنك أنت تخدم مع شخص يقول لك يعني أنك تحصل على مبلغ المنحة هذا ميناء يعني الدولة تقدم لك هذا المبلغ ويضيف لك هو مبلغ يعني مثلا إذا أضاف لك مبلغ زوج ملايين يعود المجموع 3 ملايين ومئتين إذا أضاف لك 3 ملايين يعود المجموع 4 ملايين ومئتين وهكذا نفس الأمر بالنسبة للمبلغ المنحة الشهرية بالنسبة لتقنيين السامين هي مليون 10 ألف دينار جزعيل مع مساهمة المستخدم لتكلمنا عليها لدينا أيضا في حال أنه عقد عمل يخص خريجي خريجي عفوا مراكز تكوين المهن والتمهين CEP فمبلغ المنحة أو الأجر الشهرية هي 8000 دينار جزعيل هي 800 ألف زائد مساهمة المستخدم يعني ليخلصها لك صاحب العمل كما قلنا وكما قلنا أيضا العقد لمن لم يملكون أو لا يملكون شهادة أو تكوين ذو مستوى ثانوي CFE هذا فلديهم مبلغ المنحة أو الأجر الشهرية هي نفسها 8000 دينار جزعيل بالإضافة إلى مساهمة المستخدم تقريبا هذا يعني التفاصيل الأساسية حول المنح حسب المستويات لدينا عقدين أساسيين DIP وCTIA الأول مؤسسات خدمتية والثاني مؤسسات اقتصادية عامة أو خاصة تكلمنا بالتفصيل حسب المستوى الدراسي المنح الممنوحة وكذلك مساهمة المستخدم إذن يتساءل أحد ما الهدف من عقد الإدماج ما قبل التشغيل يعني أنه قال لك في حال المرض أو الأمومة أو حوادث العمل أو الأمراض المهانية لقدر الله يستفيد الشباب المدمنجون من التأمينات الاجتماعية طبقا لتشريع وتنظيم المعمول به يعني هذه الاستفادة أما الجانب السلبي يعني والذي يتكلم عنه الجميع أنه وجود قانون واضح يلزم المؤسس بإدماج مختلف شباب العاملين في إطار عقد قبل العمل يجعلهم يعني هو يتكلم هذا الكاتب عن نفسه يجعلهم عرضة لمختلف أنواع الاترابات النفسية وعدم استقرار يعني في الغالب اللي يتم إدماجهم أو الذين يتم إدماجهم أحيانا يخدم أو يعمل ثلاثين آه ثلاث سنوات عفوا ولكن ما يرسمهم يعني هم يعني بعد ما يقضوا مدة زمانية يقوموا بترسيمهم في تلك المؤسسة يعني أنه يصبح عامل يحصل على مبلغ واضح ويصبح تابع للمؤسسة والدولة الجزائرية كما قلنا تعمل على ترسيم الكثيرين وهناك من لم يلحقهم هذا الترسيم وهناك من عامل ثمانية سنوات في هذا المجال أو بهذا الإدماج ولكن لم يحصل على الترسيم الذي كان يبحث عنه وبالتالي الأمر هنا المتعلق بملف عقد الإدماج هذا ملف طويل وفيه تفاصيل كثيرة نحن تكنمنا على الأمور الأساسية الموجودة فيه وهناك أمور تفصيلية وهناك تجارب مئوناس يعني كاين لي ترسمه وكاين لي لم يرسم وكاين لي وضعيته قد معلقة وإن شاء الله الدولة تنظر لهم وتسهل العملية إن شاء الله بالتوفيق للجامعة إن شاء الله وهذا أيضا يعني لا يعني أنه شخص يتخوف من المسألة هذه مثلا يكون متخرج جديد ويريد يدير إدماج عند مؤسسة خاصة أو مؤسسة اقتصادية لنقول بحيث يحصل على مبلغ ملا نام زائد مبلغ المؤسسة التي يعمل فيها أو التي يعمل فيها وإذا كان ما زال ما تخلش في مؤسسة راح يتوفر له المبلغ الخاص ب منحة البطالة ملف الاستفادة من عقد ما قبل التشغيل في الجزائر يتكون من وثائق إدارية رسمية آتية ومن هذه الوثائق اللي ما زالت يعني مستمرة وهناك وثائق أخرى تم إلغاؤها الوثائق الأساسية شهدت عدم الانتسام من الضمان الاجتماعي ثلاث صور شمسية بطاقة إقامة بطاقة شخصية للحالة المدنية أو عائلية ثلاثة شهادت ميلاد أصلية سك بريدي مشطوب نسخة من الوضعية تجاه الخدمة الوطنية نسخة من بطاقة طالب العمل أو بطاقة الواسط حاليا نسخة من بطاقة تعريف الوطنية تصريح شرفي بعدم العمل والأخير نسخة من الديبلوم أو شهادة مدرسية أين يتم دفع الملف؟ يتم دفع الملف على مستوى وصالح وكالة تشغيل محلية الخاصة بكم لانام وبالتالي هذا الملف هناك أمور يمكن ليست أساسية وهناك أمور أساسية لأنه تم تحديثها أو تم تحديثها مع ظهور ملف من حتى البطالة أتمنى يكون الشرح وافي وواضح وإن شاء الله نكون قدمنا معلومة أساسية نلتقي في فيديو قادم السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة